تمام اه تمام نتكلمه على الثيرويد غلاند خلنا نتكلمه على الثيرويد غلاند قبل كل شيء الثيرويد غلاند النورمال ستركشر هو عبارة عن شني شوف معي الثيرويد غلاند شن حتلقاه اول حاجة تلقاها لو شفنا هنا لا ترى اللي فيه باهاي هذا هيومن تمام هنا النك متاعه طبعا هذا الموت تمام هنا النك متاعه بشكل عام انتشست وغيره هنا شن حتلقى لو تلقى هنا تلقى عندك التريكيا لو السفاقس وتلقى شن جدامهم الثيرويد غلاند با الثيرويد غلاند كيف حتلقى كمنظر بالضبط اول حاجة حتلقى اللي في النص هو نارو نسمو فيه استمس تمام نصغروا شوية نارو هو نسمو فيه استمس والاستمس يلقى عندك زوز لوب هنا لوب بهي وهنا لوب رايت والليفت لوبز با هي با مغير عندك اليوم حيكون رايت والليفت لوبز مازال نلقوا فاها شيني عندك اللي هو لوبيولز تمام نلقوا فاها شيني نلقوا فاها لوبيولز يعني هادي لوب منصغروها للبيولز وهادي لوب منصغروها للبيولز وما زال اللي بيولز هادي انا لما نكبرها اللي بيول هادي كلها تلقى لداخل في شيني تلقى فاها فوليقلز صغار فوليقلز ازاي توك فوليقلز صغارك والفوليقلز هادم انا لو كبرت عليهم لو كبرت عليهم شين حنلقى فيهم زي توه هادي فوليقل تلقى فيها الداخل يما كيوبويدل للور كولومونر هادي كيف تعرفها لور كولومونر او كيوبويدل على حسب الاكتيفتي متاع الفوليقل لو كان هايبر اكتيف حتلقاها خاشة في الكولومونر ومرات بدات في التيومر تلقاها طول كولومونر هذا غير طبيعي يرى طول كولومونر هي طبيعيا يما كيوبويدل يما تكون شيني لو كولومونر با هي زي توه غير انا من بيش نعطل فاها وفي النص شين حتلقى في النص تلقى ببساطة عبارة عن حاجة نسمو فاها الكولويد متريل هادي اسمه شيني اسمه الكولويد متريل الكولويد متريل اسمها التاني شين اسمه اسمه تيرو غلوبيلل تمام اسمه شيني اسمه الثيرو غلوبيلل اللي هو يتكون من شيني يتكون اللي يوحي يكون من تي ثلاثة مش تي ثلاثة و تي اربعة سفه هو يعتبر ستور ليه تمام دقيقة بس جتني مكانة مشكلة فاهم اضطروا نوقف زي ما قلنا اللي هو حيكون الثيرو غلوبيلين اللي هو ستورج وستورج هذا طبعا حيكون عبارة عن شيني السكريشن اللي هو تي ثلاثة و تي اربعة تمام مين اللي السكريشن اللي تي ثلاثة و تي اربعة بقى تي ثلاثة و تي اربعة هاده مشيني حيكون وانت لما بتطلعهم في الدم انت بتطلع في البلد فصل تي ثلاثة و تي اربعة نعفو احنا ان المجوروتي في الدم حيكون تي اربعة لكن لما انت تمشي للتيشيو بيتحول هو T4 شو معناه هو الثيروكسين الثيروكسين والT3 يعتبر ان تصمو فيه تراي ايود والثيرونين تراي ايود يعني فيه 3 ايود T4 فيه 4 ايود فانت شو تديه لها دي ايودانيشن بيش يتحول لمني للT3 علاش نحوله فيه T3 لانه المور اكتف ففي البلد بالطبيعي هتلقى T4 اكتر علاش لانه survive more in time باي لكن انت لما تخش لتشيو ضروري تحوله او الافضل انك تحول لتي تلاتة علاش تحول لتي تلاتة لانه شني لانه يعتبر ليوح يكون المور اكتف باي مازال طبعا هذا من ناحية الفوليكل لكن مازال فيه عندك خلايا هنا مش غبية هي لكن جاية بناتهم اسمه البارافوليكلرسل يعني في جنب الفوليكلس باي البارافوليكلرسل هذي مهمتها شين تدير البارافوليكلرسل تدير في ريليس لشني الكالسيتونين تمام تدير في ريليس لميني الكالسيتونين وهذا مهم في الكالسيوم بالانس باي باي الثيرويد هرمون تمام احنا توقلنا طبعا هذا كله عبارة عن شيني هذا الثيرويد هرمون الثيرويد هرمون متاعي أنا شيني يدير اصلا في الجسم انا مش هنكتب باي مش هنكتب شيء منكتب كلمة واحدة الثيرويد هرمون increase البي ام ار البيسيك ميتابوليك ريت باي انا حنشرها خلاص لانا حتلقام اكتب في الشيت مش هنحتاج نكتبها اكتر منكي الثيرويد هرمون مهمتها يزيد لك الانشطة متاع الجسم كلها تمام فيزيد لك المعدل الحرق متاع الجسم اللي هو البيسيك ميتابوليك ريت لانا في كل انسان عنده بايسيك ميتابوليك ريت اللي هو كمية العوامل او الحرق اللي يصير في الجسم ماش تقدر تدير النورمال فنكشن متاعك من غير اي اكسس اكتيفتي تمام فانت حتزيد البي امارة هادي باي بتزيد كمية الحرق ولما بتزيد كمية الحرق فانت تحتاج انرجي اكتر فده بتتكسر في الكربوهايدريت فتبدأ تدير في جلايكوليسيس وغلوكو نيوجينيسيس اللي هو تصدير السكر من مصادر غير سكرية وفي نفس الوقت انت تبدأ تكسر في الليبد بتدير في لايبوليسيس تمام وتبدأ تاخد فيه فتنقص حتى في شين الكمية اللي هو حيكون الـ LDL باي علاش لانا بتاخد الليبد وتستخدم كطاقة وفي نفس الوقت ديما الثيرود هرمون لما يزيد يسبب في نقصان في الكوليستيرول لان ديما لما يزيد الثيرود هرمون بعدها بتنقص الليبد معناها بتنقص الكوليستيرول باي ولكن البروتين يزيد له فانت بتكسر كربوهايدريت بايش تاخد طاقة بتكسر لبت بايش تاخد طاقة لكن البروتين انت بتبنيه تمام فانت البيامارة هني احد زيدها ومثلا حتى مثلا مشكلتها في مش مشكلة تاسف خدمتها مثلا في الديفولوبمنت اللي هو في النيورون الديفولوبمنت مهم جدا لان الناس اللي عندهم مشكلة في الثيرود هرمون ناقص تلقى عندها شيني تلقى عندها التقزم الكريتينيزم تلقى عندها mental retardation لو تتذكر في الرسمة اللي مرة رسمتها في الاندوكراين في السيو 3 اللي هو التنج متاعها طالع وعندها سبركليفيكلر رفات وعندها أمبغلايك الهيرنية وعندها mental retardation باي وعندها اللي هو هيكون اللي هو في narrow ridge هذا كله يعتبر شيني حاجات اللي ممكن يصيروا retardation يعني خطر ما فيش ثيرود هرمون لانا الثيرود هرمون مهم جدا جدا علاش تلقاه في basic metabolic rate مثلا يزيدك حتى في شيني يزيدك في الموتيلتي متاع الاندستان motility وزي ما قلت لك يكسر لك الكارب increase the catabolism باي اكسبت شيني اكسبت بروتين علاش لنا في البروتين بيزيد السنتزيز متاعها باي من غيرها شما زالتاني قلت لك يزيد الموتيلتي متاع الاندستان باش يزيد ياخد كمية الفود أكتر وغيرها تاني حاجة يعتبر اليوه stimulatory من ناحية اليوه هيكون الكارديوفوسكيلر تمام حتى في الكارديوفوسكيلر يزيد ويديلك في bone growth ومن غيرها neuronal development او neuronal growth ويحفز اكتر او يزيد في شيني يزيد في الكاتيكولامين sensitivity الكاتيكولامين sensitivity خلالي وحيكون للانسان يزيد responsiveness متاعها تمام sensitivity فهذا يسبب في شيني شوفوا معي الكاتيكولامين والثيرويد ديما ما عندهم علاقة وطيضة ببعض في مرات انت تكون عندك زيادة في السمباثاتيك باسترس باسترس زاد السمباثاتيك السمباثاتيك بيسبب في زيادة في الثيرويد هرمون والثيرويد هرمون لما يزيد هلبة او يسمو فهدي يسمو فه في ثيرو تكسيكوز ستورم تمام ثيرو تكسي كوز ستورم يعني عاصفة جي مرة مرة مش ديما عنده ثيرو تكسيكوز امتى لابيكون عنده سترس لاني يزيد في السمباثاتيك والثيرويد هرمون باي شما زالتاني قلنا الموتلتي قلنا البون كروث قلنا الديفالبمت تا البرين قلنا الكاتابوليزم الجلايكوليس والغلوكو نيوجينيس قلنا اللايبوليس قلنا وقلنا يزيد في كارديوفسكولر سيستم يزيد في الهارت ريت والكونتراكشن تمام تمام خلاص هذا الطبيعي متاعنا باي الديزيزيز متاع الثيرويد شنو ما الديزيز متاع الثيرويد يا اما عندك هيبو يعني نقص او هيبر زيادة او عندك مشكلة شني انفلميشن ثيرودايتس ولها علاقة بالاميون وعندنا الگويتر واخر حاجة تيومر هذا كل الثيرويد اليوم نتكلم على الهايبر والهايبو تمام والباقي اللي هو الثيرودايتس والجويتر والتيومر اخر ثلاثة حاجات هنتكلم علىها في المور حاضرة روي او ديقم ثاي روي دزم تمام هايبر ثيرويدزم من ناحية اليوه هيكون حتى ديصل نظلت انا سبيلنج امتاع ابدأ ارعى شوية هايبر ثاي روي دزم اليوه تقريبا اكي صح الهايبر ثيرويدزم اليوه ثيرويدزم شن ممكن الاسباب متاع شوف معاي الاسباب متاع زي لما تكلمنا علي البرايميري والسكندري الحاجات اللي يصير غادي ثم نتكلم عن البرايميري والسكندري هنا البرايميري شن ممكن يكون ممكن يكون اهم واحد نتكلم على اليوم لغريفز ديزيز وخلي نتكلم على من تول عبارة عن اميورو together تعرف شن يدير يدير في الجسم يبدو يدير في الانتي بادي الانتي بادي تعرف يشبه من يشبه الثيرويد استيميليتن هرمون فنسمو فيه شن تمام ثيرويد استيميليتن اميون غلبيل يمش ياخد sale saute هادي ويبدأ دير في التى ثلاثة و تاربعة هلبة و الزيادة امتاعهم بطبيعة الحال تعرف من بتنقص بتنقص النورمال thyroid stimulating hormone لكن في نفس الوقت تنقصه زي ما تبي انا اصلا الانتيبودي هو اللي يخدم thyroid stimulating hormone ما دخلاش مسكين ما هوش المشكلة فهذه واحد من الحاجات اللي تسبب في الغريفز ديزيز عبارة عن immune dysfunction اللي بعدها اللي بعد نسموهها شين نسموهها hyper functioning تمام اللي حكوه الgoiter تمام تكون شيني تكون hyper functioning تتكلموا على اكتر في الgoiter هذي hyper functioning goiter والgoiter رابع اختصارش معناها معناها enlargement of the thyroid gland يعني اي حاجة ممكن تدير goiter لكن هنا تكون hyper functioning او ممكن تكون شيني تكون benign tumor فنسموهها toxic adenoma علاش toxic لنا زيادة في الهرمون وادينoma هي التيومر في هادم كلهم حتلقى فيه زيادة في شيني زيادة في التي ثلاثة والتي أربعة زيادة هلبة لكن في نفس الوقت thyroid stimulating hormone ناقص علاش ناقص لانه مش هو السبب في زيادة thyroid hormone هنا لانه في الgoiter عبارة عن enlargement مثلها multi causes بقى toxic adenoma عبارة عن tumor فكله كله ما دخلاش بالthyroid stimulating hormone لكن لو كان secondary لكن لو كان secondary هذا حيكون شيني حيكون في البيتيوتري البيتيوتري adenoma واتلك علاها هنا بكري تلقى هنا في زيادة في thyroid stimulating hormone وتلقى في زيادة في التي ثلاثة والتي أربعة علاش لانه هو اللي يحفز فيهم فهني العكس تلقى زيادة في الزوز فالسكندري تلقى زيادة في الزوز والبرايميري تلقى thyroid stimulating hormone شيني تلقاه ناقص تمام تمام بقى انت في thyroid toxicosis شين حتلقى تمام خلي ننتقله للشيط هني باش ما نعطله شفا هذا الفنكشن كده 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 تمام هني الكلام ما بوش نخش علا شوفوا معي thyroid toxicosis انت الفنكشن متاعك شين هو الفنكشن normal function تلقى basic metabolic rate متاعك زايد هلبة لن خلاص في thyroid toxicosis با هي من غيره يبدأ الانسان متحفز هلبة في الصينابسز متاع النيورون فيبدأ اي استيميلاي بصينة يبدأ يسبب في شين يسبب في في الصينابس فتلقى عنده tremor تلقى عنده اللي هو حيكون nervousness تلقى اللي كي يرعش tremor في اطراف يديه بهاي بما انا جيت في الكارديو فسكور سيستم فتلقى عنده palpation وتلقى عندك يحس في روح القلب متاع بيطلع ممكانه تلقى تحس روح عنده sweating اللي نزيده في basic metabolic rate بتزيدك temperature فتبدأ يزيد sweating تلقى عنده hyper motility فالdigestion متاع الفود بسرعة وفي نفس الوقت انه ضعيف لانه عنده basic metabolic rate فتلقى عنده craving للفود اللي يوان كريس شلابيتايت اللي يوح يكون intolerance اللي يوح يكون لكولد عادي جدا الكولد عنده مش مشكلة تمام او اسف لا heat intolerance هو tolerance عنده لكولد يتحمل الكولد لكن heat intolerance لانه عنده درجة حرارة عالية هلبة تمام تمام هذا هو من ناحية اللي يوح يكون المنفستيشن متاعه حاجة ثانية قلت زي ما قلت لك لما يزيد الثيرويد تلقى عندك الكوليسترول وتلقى عنده هايبو كوليستيريميا ومغار عنده اللي هو هيكون هايبو كوليستيريميا حتلقى عنده شيني زيادة في الجلوكوز ولا نقصان اكيد زيادة لانه زي ما قلنا السكر هنا يزيد عن طريق اللي هو لجلوكوليس والجلوكوليس باي الحاجة الوحيدة اللي بنقولها لك صايرة فاكي اعرر شوية مش هو في البداية كان لكن لما يزيد يبدأ عنده مايوباثي اللي هو يبدأ يصير فيك مصل ويستين في البروكسي بالمصل بالدات تمام فهذا الكلينيكال منفستيشن تلقى عنده يعني ما يتحملش الهيت لكن عنده كل طولرنس باي اجسس في سويتين ويتلوس ويوح يكون طبعا ويتلوس دي سبا الانكريس في الابيطايت او كريفن لانه عنده هايبر ومعادل حرق حالي جدا تلقى عنده نيرفزنس دي ما تلقاه نيرفز تريمر إرتابلتي عنده ميوباثي هايبر اللي قلت لك عليها شنو الليد لاج الليد لاج انه العين بتاع تحرك بدرجة عالية جدا لدرجة ان الايلد معاش تلحك فصير الايلد تمام الايلد بتاع عنده بينج مية شكلها من كتر الحركة اللي عنده باي هاي اللي هي مين اللي تلقاه في الجريفز ديزيز راه علاش تلقاه في الجريفز ديزيز نشرحه من توق شوف معاي هادي عين باي هادي عين خلي نديرو هاكي وخلاص هادي عين علاش طالعة برا هي مفروض انه تكون لداخل ولا لانه صير فيه هنا اكميليش لكونتنت وشين هما الكونتنت اللي يكونوا هنا شوفوا معاي انا حنعدده لك باي رقم واحد عبارة عن شيني عبارة عن فيبرو بلاست سيلز باي يبدي يصنعه في شيني يصنعه في اكسترا سيلر ميتريكس اكسترا سيلر ميتريكس باي حاجة تانية عبارة عن انفلاميشن وإديمة باي وحاجة تالتة اللي هو الواتر متكاد اللي ازايد هلبة هنا وميوكوبوليساكرايت هذا كل عاي خطر شيني عاي خطر الاكتيفيجن اوف سي او اللي حيكون سيدي فور تي سيلز بتدير ريليس للسيتوكاينز والسيتوكاينز هو هيخدم شيني يدير في انفلامياتري سيلز اللي يتفعل الفيبرو بلاست والانفلاميشن والإديمة والواتر والميوكوبوليساكرايت حتى ويتكاتر باي با يتكاتر يزيد يعني با هذا هو طبعا هذي نفس البروبتوسوس اللي يسيين في البروبتوسوس نفس اكزوبتالموس انكريس في الباول موتيريتي قلناها كارديك منفستيشن تلقى عند يو انكريس تكنتر اكتيريتي عند بلبيشن وممكن سبب حتى في شين يكون جيستو هارتفيلر للناس الكبار في السن لانا ما يتحملوش مسكين عندنا هيبوكولستريميا وهايبر غليسيميا زي ما تكلمنا باي ما زلنا حاجتين تمام احنا تتكلمنا على حاجتين ما زلنا في الثيرويد ستورم والأيباثيك هايبر ثيرويد تمام الثيرويد ستورم زي ما قلتلك بسبب الزيادة في الكاتيكولامين ممكن يكون بسترس باي ممكن يكون بإنفكشن باي او ممكن يكون الحاجة الثانية زيادة ممكن تكون على خطر ان الانسان كان ياخذ في دراج ينقص في الثيرويد هرمون هو قالوا لانت عادتك مشكلة في زيادة في الثيرويد هرمون بدون يعطون في دراج ينقص في الثيرويد هرمون انت سموها فلو اقف فجأة على في سبب في زيادة في الثيرويد هرمون سموها ثيروتوكسيكوزيستورم او ثيرويد ستورم او ممكن تكون عن طريق الكاتيكولامين اللي بسترس او الانفكشن تمام تدير في سيفير هايبر هايبر ثيرويد المنفستيشن متاعها اللي ينبيك تحفظ ان الانتريت بايشن بيموتوا بشين يبي الكارديك الرثمية لان بالبيشن والجو هذا فيخش في كارديك الرثمية اللي هو هذا الثيرويد ستورم الايباثيك ببساطة هاي تصير في الالدرلي باي عبارة عن ثيروتوكسيكوزيز تصير في الالدرلي باي يجي معاه شوية وكان عنده من زمان بيولي اسوأ مسكين حاجة زيك هذا اللي هو تلقاه في الناس الكبر فالثيرويد ستورم عبارة عن يعني فجأة سيفير هايبرثيرويد زي مونك انفكشن استرس او انتي ثيرويد مينيكيشن زي ما قلت لك في استرس صغيرة بيموت من الكارديك الرثمية وقلنا اللي هو حيكون في الالدرلي اللي هو بيرسنز يوجي اللي هو حيكون تلقى عنده انكس بل ويت واس وطلقى عنده شني وورسننج لو كان عنده كارديو بس ديزيز من قبل هذا هو تمام من ناحية الكلام من ناحية المينيفستيشن فما بيش ننكتر في هالبقى توامد كان معه الدياغنوزس الدياغنوزس سهلة الدياغنوزس انت بتشوفها على حسب المينيفستيشن يجيك عرقان باي يقول لك مثلا يشكيلك وضع يقول لك انا مثلا الفنالي يمتع يبدل فتلة تمرات كل يوم من كتر العرق باي انت لما تشبح حتى لما بتسلم عليه بتشوف الفايتل تلقاه عرق لما تشوف هو واضح مسكين تلقاه يكني في النص هلبة تلقى عنده شمزال تاني تلقى عنده تلقى عنده تريمر هذا كل يعتبر اللي يعتبر دياغنوز أو دياغنوستيك في نفس الوقت تشوف حتى في الثيرويد ستميليتين هرمون تمام ثيرويد ستميليتين هرمون تعتبر كويسة لان لو كان تلقى ناغص لو كان سكندري تلقى زايد تمام تمام ولو لقيت ثيرويد ستميليتين هرمون مثلا زايد تعرف اللي شن تمشي هدي اخذنا في الاندوكراي Wilfesu 3 تتمشي للثيرويد ريليس هرمون باش تتأكد هالمشكلة من البيتيوتري أو المشكلة من الهايبوثالموس لو كان المشكلة من الهايبوثالموس حتى الثيرويد أو الثيروتروفك ريليس هرمون تلقى زايد تمام هاي نمشي لليبعد اللي हي الهايبو ثاي رويد زم الهاي بو ثاي رو دزم الهايبوثيرويد يجب سهل حتى يفاها برايمري وفاها اللي هو حيكون شنية ساكندري على حسب ممكن يكون اللي هو عندها انترينسكلي ابنرماليتي مشكلة في المشكلة مثلا مدرج ديفولوبمنت للثيرويد جلاند كويس أو ممكن يكون شنية مشكلة أنه بيتوتري جلاند نضربت مثلا زي في الهاشيموتو مش الهاشيموتو أسف زي في الشيهان تمام نضربت البيتوتري أو مشكلة في الهايبوثيراموس عن طريق شنية عن طريق عن طريق تروما أو سيرجي أو غيره تمام تمام فنقسمه فهل اللي هو حيكون اللي برايمري وساكندري طيب نتكلمه عن الهاشيموتو تمام خير الهاشيموتو الهاشيموتو عبارة عن شنية عبارة عن أوتو اميون ديستركشن أوتو اميون ديستركشن اللي هو حيكون للثيرودي جلاند عبارة عن أنتي بادي يبدأ يهاجمه في الثيرودي جلاند كأنها فورن بادي الحاجة الوحيدة اللي نبيك تعرفها على الهاشيموتو إنه عنده كاركترستيك نسموه فهها شنية نسموه فهها أيرلي أو أكيوت ثيروتوكسيكوزيس بسيط في البداية لماذا؟ لأنه لما فتفت الثيرودي جلاند فتفت معاه حتى الثيروغلوبيلن ولما أنت فتفت الثيروغلوبيلن أنت بتدير ريليس للتي ثلاثة وتي أربعة في الدم هذا لو تذكروا فهها هذه كأن ميكانيزم لينا لأن هذه حتى الأدوية اللي ما أخدناها في مثلاً لما أخدنا في القاوت لما أخدنا الأدوية اللي تكسر في اليورك أسد كريستل أخدنا معاهم نانستيرويد للماذا؟ لأننا لما قصرنا الكريستل سبب زيادة في شنية في اليورك أسد في البلاد ولا؟ نفس الشي هنا لما قصرت الأنتي بوده ثيرويد جلاند بتسبب فيه ليوه حيكون زيادة بسيطة في الثيرويد هرمون أيرلي لكن بعدين في الأخير حتنقص بكل باعي فهذا واحد من الأسباب طبعا البرائمري ممكن يكون هاشيموتو أو ممكن منحيه بسيرجيري تمام أو ممكن يكون عنده اليوح هيكون ايوداين ديفيشنسي ويعتبر هذا كومن هلبه في المناطق البعيدة عن المصادر اليود زي البحر وغيرها ممكن يكون جينتل تمام هذا شن حتلقى فيه تلقى فيه تي ثلاثة و تي أربعة ناقصات ولكن ثايرويد استيميلياتي هرمون تلقاه مشيط تمام علاش لأن المشكلة من الثايرويد جلاند هنا البتيتوري جلاند تخدم طبيعية تحاول تكلم للثايرويد يا ثايرويد اخدم اخدم يما تلقى مضروب مثل من الهاشيموتو مسكين أو مش موجود أصلا من الكونجينتل أو ممكن تلقى ما تنحي بسيرجيري أو ممكن ما يقديرش يخدم لأنه عنده ايوداين ديفيشنسي بأي الثاني اذا ما قلت لك مشكلة يما في البيتيتوري يما مشكلة في شيني مشكلة اللي هو حكم في الهيبوثالموس بيتيتوري or هيبو ثالموس منافستيشن تمام ممكن زا ما قلت لك هذا تصير في الشيهان سندروم أو ممكن حاجة تضرب الهيبوثالموس هنا ما فيش ثايرويد استيميلياتي هرمون لذا ما يقدرش تصنعه وما فيش تي ثلاثة وما فيش تي أربعة كله ناقص هنا تمام فهذا من ناحية شيني من ناحية الهيبوثيرويدزم وكيف ممكن يصير بقى المنفستيشن متاعه المنفستيشن متاعه ببساطة تلقى عندها حاجة خلاص نخشه على المنفستيشن في الشيه الكلية لانا سمغلت لك دو هلبة انا ما بيش نقطر الفيديو لانا عارفكم لما تشبحوا فيديو ساعة ونص تجيكم سكتة قلبية بسيطة لكن والله هي نفس الدو هذا عبارة عن اندوكراينفسيو باي كلنا نكلمة نافستيشن كريتونزم وانا قلت لك مبكري اللي هو التقزم شن حتلقى عندها تلقى عندها منتل ريتارديشن البونوغروث مفيش مش قلت لك أنا الفنكشن تاع الثيرويد هرمون شنين نيرونا للغروث كتابوليزم في اللي هو حكون اللي بدو كتابوليزم في الكربوهادريت وانكريس البروتين سنتزز فأنت لما تنقص الثيرويد هرمون أول حاجة حتصير لك شنين كريتونزم اللي هي الهيبوثيرويدزم تلقى فتلقى عندك منتل ريتارديشن لانا نيرونا الديفالب منتوقفت تلقى عندها شورتست اللي هو حيكون شورت اللي هو حيكون من ناحية شورت بشكل عام على خطط دفاكت في البون جروث تلقى عندها اللي هو الفيشل فيتشر زي ما قلت لك اللي هو يكون نذكر فهم في سيو 3 لكتاب متاعنا يعتبروا شوي أهانوم لم كاتبين أغلي فيس ويعتبروا ستيوبد نقدروا نقولوا إن شنين عندها اللي هو حيكون الفيشل فيتشر زي متاعهم يعتبروا كورس مثلا تقريبا كي كاتبتها هنا الدكتورة عندها لو تذكروا الرسمة عندها أمبلايك الهيرنيا باي الحاجة اللي نبي ندواها في الكريتينزم اللي هي هذا كل اللي تكلمت علينا حاجة مهمة نبي تركز على اللي هي الماتيرنل ثايرويد تي 3 و تي 4 شوفوا معي لو جاتك امرأ تشكي إنها عندها نقص أو هي جدا تشكي مثلا عندها مشكلة مثلا ودرت التحاليل لقيت عندها نقص في الثايرويد هرمون أم تتخاف تخاف لما يكون شين يكون أيرلي في الأيرلي ترايمستر علش تخاف في الأيرلي ترايمستر لأنه هنا تشايلد ما اعتمد على الثايرويد هرمون متاع أمها فلو هي عندها هايبو ثايرويدزم بيأثر على تشايلد من الفرست ترايمستر متاعها فتلقى المنت الريتارديشن هنا بكل باي لكن لو جاتك في اللي ترايمستر ما تخافش منها هلبة علش لأن تشايلد هنا الأيرلي تختم في اللي ترايمستر تمام لكن لو كان حتى التشايلد هنا عنده ثايرويد فنكشن ثايرويد ديس فنكشن هنا اللي هو حيكون شيني بيكون في موقف أصعب لأنه حتى هكي حيوقف لأن المنت الڭروث خلال اللي هو حيكون في بطن أمة وحتى بطن أمة لكن فخلال بطن أمة في البداية حيكون عن طريقها هي وبعدين عن طريق الثايرويد متاعه هو لو ثايرويد متاعه هو صار فيه مشكلة فبيسبب كلي تنزب نفس الشي تمام تمام فهذا هو عبارة عن هايبوليو في الأنفت أو حتى الأيرلي تشايلدهود تمام وين ممكن تشايل تشايل هايبوليو تشايلدهود هايبوليو هايبوليو تشايلدهود عبارة عن هايبوليو في إفراز كيف حتلقاها هكي حتلقاها زي طوى مش هادي فوليك الطبيعية باي فاكيو بويدل اللي لور كولومنر ولا هذا الطبيعي لكن في الجريفز ديزيز هيكي حتلقا من كتر زيادة الأكتف متاعها زي ما قلت لك تلقاها كولومنر لأنها في اكتيفتي طو كولومنر اكتيفتي أكتر من النورمل فتلقى البابل لاي كيزي توا صير لهم الليو حيكون بروجيكشن دائرات البابل لاي تمام دائرات زي شيني مدائرات الليو حيكون زي البابل لاي هذا من ناحية الليو الميكروسكوبك متاعهم تمام في الميكروسكوبك متاعهم تلقاها البابل لاي لكن البابل لاي اللي هو طبعا تلقا فاليو حيكون الطول كولومنر أهم شي لازم تحفظه without core لأن احنا البابل لاي هو عبارة عن شين البابل لاي دي ما تلقا عكي البابل لاي طبيعيا هيكي وفي النص هنا كور ولانسا مفاق فيبروفاسكيلر كور لكن هنا متاع الفوليكلر عبارة عن الطول كولومنر زي توا دائرات فولدنج علي بعض تمام وهنا ما فيش كور هنا ما فيش كور تمام فهذا طول نزيده نشرحه في الميكروسكوبك بيكتر باي شين ما زال اه آخر حاجة اللي هو فيه شوي يلين خاص كمية بسيطة very small amount من شيني من thyroid stimulating hormone inhibitor inhibitor تخيلها inhibitor immunoglobulin يعني هذا يدير في inhibit الaction بتاع thyroid stimulating hormone معناها مفروض هذا ينقص T3 والT4 ولا اه مفروض ينقصها لكن very small مقارنة بالthyroid stimulating immunoglobulin اللي يزيد في secretion والthyroid growth stimulating immunoglobulin اللي يزيد في proliferation هذا ولا حاجة تمام فهذا باشي اللي هو حيكون ما يليد to hypothyroidism in theory نظريا لكن ما ما نشفحوش فيه الشيء هذا في القبق العملي فده autoimmune disease يعتبر الموستقام لما يدير of hyperthyroidism في مال تمال قلناها الpeak age مش مهم يكون عنده genetic susceptibility other autoimmune systemic lobe zelatermatis addison disease و type 1 diabetes mellitus قلنا انه يكون طبعا عنده hyperthyroidism قلناها وغويتر علاش لانه اللاجمة في thyroid gland عن طريق البروفيريشن قلنا الاكزوبتالمس وقلنا علاش والبريتيبيا المايكزيديما تقول وراها لك صورة البروتيبيا المايكزيديما لاني تقول كيف صار مش مفروض المايكزيديما تكون في الhypothyroidism اه هي صح مفروض تكون في الhypothyroidism معاك لكن في حالات اللي بدات في الـ Gravis disease تلقى في البروتيبيا اللي في جنب التبع تلقى فيه مايكزيديما accumulation of hyaluronic acid ومعاها شده في شنى الووتر فتديلك اللي حيكون في non-pitting edema تقريبا في صورة لها مليحة نا تقدر تلقى تشبه ايوة هذه non-pitting edema اليابيريتي بالمايكزيديما تمام تمام خلاص نمشو للي بعد اليوباثوجين إذا تتكلمنا على thyroid stimulating immunoglobulin وهذا الطبيعي مامك thyroid stimulating hormone و thyroid growth hormone stimulating immunoglobulin هذا يدير في البرولي فريش لل thyroid follicle واخر حاجة thyroid stimulating hormone binding inhibitor للميونو تمام تمام والجريفس أوبثالمواجي أوبثالمو باث اللي تكلمنا عليا من بكري هو لما يكون فيه accumulation للكونتنت تكلمنا عليا من بكري لما يتفعل cytokine بالcd4 اللي دارلك inflammation والinflammation طبعا بيزيدك اللي هو fibroblast والfibroblast بيصنع زي ما نعرف احنا ان الجليكوز الجاكز الجليكوز المايين وجليكانز وتلقى زيادة حتى في الميوكوب واليساكرايد ويزيد في الووتر باي ومعها زيادة حتى في حاجة تانية اللي هي حتكون طبعا زي ما قلنا فيه اديمة وفي inflammation وحاجة تانية بس لية fat cells تلقى حتى فيه fat cells زيادة هنا adipo cytozis تلقى فهذا هو الغريفز ophthalmopath the volume تلقى طبعا عنديك اللي هي retro orbital هي retro orbital تلقى زيادة هل بعلاش تيسل infiltration cytokine fibroblast proliferation inflammation تلقى enlargement وتكون علاش usually symmetric علاش symmetric لانه حاجة تخدم على external ما خدمتش علي واحدة من غير التانية خدمت على thyroid gland بشكل عام فتلقى symmetric enlargement للthyroid gland تمام تلقى hypertrophy على خاطر effect متاع thyroid stimulating immunoglobulin hyperplasia عن طريق اللي هو thyroid growth immunoglobulin تمام تمام طبعا ريدش وبراون علاش ريدش وبراون اكتر شيء على خطر الكولويد material تمام الكولويد material هذا باش تلقى لي وحيكون ريدش لبراون باهي هذا من ناحية طبعا microscopic picture نقال لي و هيبر بلاستيك follicular epithelial cell زي ما قلتلك tall columnar وقلنا وقلنا عبارة عن باب الله ما فيهاش لي فايبروفسكيلر كور حاجة واحدة بس هيا تشبح هنا الكولويد material فاي نتشات تمام فاي نتشات تشبح فيهما النتشات هم ما هذا علاش لان من كتر ما يخدم الانتيبودي يخدم على thyroid gland ينتش في الكولويد material نتش ياخد من T3 و T4 فانسمو فاها scalobion scalobion تمام نسمو فاش او scalobit نفس الشيء انا حافظ scalobion ان كان واحد يكل في scalob باي ايك بتحفظوه احفظوه انا ايك يحافظ الحق scalobion اللي حيكون مارجن من الكولويد باي باي فأذا هو زي ما قلت لك الهايبر active cell نلقو اللي حيكون resorption صير لل colloid material طبعا thyroid function زايد في T3 و T4 نقص في thyroid stimulating hormone نلقو serum immunoglobin اللي حيكون positive على خطر زيادة في المينو global انه سبب الرئيس في grave disease تمام radioactive iodine uptake زايد علاش لان احنين بنكون T3 و T4 و ضروري ضروري باي نكون عندنا iodine هلبة فانت الجسم يكون جيعان لأي iodine تعطيه فلما تعطيه radioactive iodine وتب يتبع وين يمشي تلقاه طول ماشي اللي وحيكون في thyroid gland يقل فيه ماكلة تمام فهذا هو هذه grave disease باي الهاشيموتو الهاشيموتو عبارة عن شني الهاشيموتو الأمانة باش نعطوها حقها وإحنا أصلا نشرحناها من قبل خليها مع المحاضرة الثانية ان شاء الله اللي تكون النهاية لشيط هذا وتقريبا خلص نعتبر شبه تماما الاندوكراين لأن حد الدكتورة هي تو عاطي محاضرة ساعتين ومحاضرة ساعة اليوم وثلاثة ساعات واندوكراين مقرر لخمسة ساعات يعني ما زال لها محاضرة واحدة ساعتين اللي يبتم بفرود للمحاضرة الجاي ان شاء الله فهيك نكونوا ماشيين كويس احنا موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تو خلونا نتكلموا علي الهاشيموتو باي احنا اروا تكلمنا طبعا حيكون الفيديو هذا على الثايرويد انا كنت منقصهم لكن خلص حيكون تبع بعض هذا تمام احنا اتكلمنا علي وتكلمنا حتى كيف تستركشر متاعه كيف حتلقاه كاسكالوبي نستركشر وكده تو نتكلموا ونتكلموا علي الهاشيموتو شنو الهاشيموتو شوفوا معاي الهاشيموتو ببساطة باهي ببساطة هو عبارة عن autoimmune destruction لالثيرويد gland autoimmune destruction للثيرويد gland هذا في حاجات مهمة جدا لازم تحط في دماغ كيف يصير يصير عن طريق شن يصير عن طريق اليميون سيستام بمني بالسي دي ايت بالسي دي فور بالانتي بادي الاوتو ايميون انتي بادي الاوتو ايميون انتي بادي هذا ما نبيشي هلبة هنا نبيك تركز لي عليها ماء بالدات لان هذا من يضربه فيني يضربه في الثيرويد اكتر وحدات السي دي ايت هذا مطول يديرو لك اللي هو حيكون ديستركشن وانفلميشن فبعدين لما يقولك ان روث ثيرويد جلاند انلارجد ما تستغربش تقولي كيف هي مش الهاشيموت تكسر في الثيرويد جلاند وتولي هايبو ثيرويد لكن تخليها انلارجد عن طريق الانفلميشن متاحها حاجة تانية السي دي فور شن يبعت له السايتو كاينز اللي هو نفس الشي حيدير انفلميشن تمام وكل هذا شن حيجيب يجيب انفلماتوري سيلز لمني للثيرويد جلاند انفلماتوري سيلز فتخيل انت بدل ما يكون عندك فوليكلز كويسات ويخدموا ويديروا في هرمون الثيرويد في الثيرويد جلاند تعبيه بالانفلماتوري سيل هذا طعف شن نسمو فيه تولي كأنها الثيرويد تولي كأنها لمفوسايت فنسمو فيها لمفوسايت ونديرها بالاخضر لانه معبيه لمفوسايت ولد لمفوسايت ثايرو دايتس لدرجة بعدين احنا في الهيستولوجي لما منشوف السلايد حتى يلقى الداخل شني بتدير حتى في شني في جير من السنتر اللي في النص تمام الجير من السنتر اللي وتذكروا فيه متاع البيه لمفوسايت باهي ومن كتر ما بدت تشبه لمفوسايت لان بدت تولي شني عندها خطر انه تولي لمفومة تمام تمام فهذا كل شني هذا كل اللي تبيع على هاشيموتو هي عبارة عن ميلي بالسي دي ايت والسي دي فور قلنا اللي هو حيكون حتى بالانتي بادي لكن ميلي دير فيه انفلميشن سواء كان creative joint rate او في صenhadi الانفلميشن نجد في inflammatory cells الميملي ليمفوسايت هذا بش نسمه فالمتاع اللي في مربة متاع الليمفوسايت يديلك حتى في شني خطر الليمفومة تمام تمام والانفلميشن راب يديلك شني andil full and blood تكون شني تكون painless تكون شني painless لان في الاخير سواء كان greatest أو سواء كان هاشيموتو osus painless الوحيد اللي في painful طkyM نتكلموا عليه اللي يصير بعد الفيرل انفكشن اللي نسمو فيه سب اكيوت سب اكيوت غرانيولامال ثايروديتس جاينت سيل ثايروديتس هونها بروحة تعال معي للكومن فيتشورز متاع مني متاع الهشيموتو شوفوا معاي ديما حاجة تضرب في الثايرويد غلاند كان ماهيش بينايني تيومر اركز معاي كان ماهيش بينايني تيومر معاناها في ميل اكتر من ميل اي حاجة تضرب الثايرويد غلاند مدام ماهيش بينايني تيومر معاناها في ميل اكتر من ميل معاناها كلهما عادة بينايني تيومر تمام تمام فتلقى هنا في ميل تو ميل ريشيو قداش عشرة لواحد يعني كل في ميل كل عشرة في ميل تمام او حتى عشرة لواحد كل عشرة في ميل يندرب ميل واحد تمام تمام هذا من ناحية شيني الهشيموتو وزي هزي الجريفز حتى هي ميبي اسوشيتد with other autoimmune disease may be associated with other autoimmune disease تمام تمام هذا اللي نبو نعرفوه عليها بهاي وقلنا احنا الباثوجينيسس طبعا هنا اللي هو السايتوكاينز قلناها وقلنا اللي هو حيكون الانتي بودي طبعا هنا شين اسمه الانتي بودي للعلم مواضح حكيدا شين هيكون اسمه اسمه انتي ثايرويد انتي بودي تمام انتي بودي باهي شين مازال تاني آآ تمام تمام خلاص اذا اخر حاجة زي ما قلت لك انا شين حيدير اذا كل الديستروكشن تلقى في نقص في شيني نقص في التي 3 والتي اربعة تي ثلاثة و تي أربعة و في نفس الوقت حيكون عندك زيادة في شيني في الثيرويد استيميليتنج هرومون لماذا؟ لأن البتيتري جلاند مش مضروبة فتنادي في الثيرويد الثيرويد يخدمي لكني ما يخدمش لأن الثيرويد مضروبة بالهاشيموت ومسكينة فهذا هو من ناحية كل الكلام اللي نبونتكلم ونخشه في شيني في المورفولوجي كجروس وميكروسكوب كجروس شين حتلقفها؟ زي ما قلت لك تلقاها انلارج لكن الانلارجمنت هنا شوف معاي الزوز هما بها هذي اللي هي الهاشيموتو واللي بعدها السب أكيوت جرانيوليميتوس أو جاينت سيل ثيروليتوس الزوز الانلارجمنت متاعهم هي أما تكون سيمتريكا يعني كلها تمام اللي هو حيكون يعني دفيوز انلارجمنت وممكن تكون شيء تكون اللي هو حيكون أي سيمتريكا يعني ممكن تكون سيمتريكا سيمتريكا شين معناها؟ معناها دفيوز نفس متاع الجريفز سيمتريكا أو أي سيمتريكا تمام؟ تمام هذا قلناه من قبل بقى انت لما تفتحها شين حتى ألقاها؟ هل حتى ألقاها؟ شوف معاي لازم تعرف وهذه مهمة جداً بدأت لما نتكلم عن القويتر بهاي لازم تفهمها مليحة لو هنا رسمنا حني فوليكلز بهاي هنا رسمنا فوليكلز أنا حنوريك الفرق بناته لو كان هادي فوليكل وهذا فهل إبيثيلي ممتاح أباهاي خلنا صغراحنا دراب تمام هواكي هذا الإبيثيلي ممتاح أباهاي تمام هذا اللي بيثيلي ممتاح طبعا من كولومنر اللي هو حيكون كيو بويدل على حسب الاكتيفتي متاحها هاي اكتيفتي لو كولومنر لو اكتيفتي تعتبر شيني؟ تعتبر كيو بويدل ومرة تحرم فاحة تقول كيو بويدل تنكلموا علىها أكتر هذي في القويتر باي شوف معاك شين الفرق بناتهم في المورفولوجي شين الفرق بناتهم في المورفولوجي لما يكون معبية بكولويد متريل ولا لا توا هادي أنا منحط لها كولويد متريل هيا أو تنديرها ب بستركشنها ذاكي هذي منحط لها كولويد متريل هذا عبارة عن شيني هذي كولويد متريل تمام هذي كولويد متريل هنا مورفولوجي حنقول لك شيني حنقول لك براون أو brownish to red هنا حنقول لك pale white to grey تمام تمام ما زال في حالة تالتة الحالة التالتة إنه يكون شني هذا صير لدستركشن هذا صير لدستركشن زيته وهكي باي وخش معاه مني lymfocyte ويبدأ يدير في شني عندك inflammation بناتهم باي خنديرو بيلون لحمركي عندها inflammation بناتهم خنديرو باليلون عندها inflammation بناتهم هذا زي شني هذا في الهاشيموتو ولا هذا شن حتقول عليا تعليقك عليا تعليقك عليا حيكون pale pale أو yellow تمام تمام فأنا لما منتكلم على gross picture متاعي gross picture متاعي في الهاشيموتو بما أن autoimmune destruction وفي inflammatory cells حيكون زي هذا ولا بال بال يلو فانقولوا أن structure متاعي بارا عن شني بال يلو تمام تمام طبعا fair من consistency لأن thyroid gland واضح مش هيكون fluid أو soft مستحيل با البيكتشر متاعك كمايكروسكوب شين لقيت انت ميكرو بسكوبك بيكتشر شين حتلقى أول حاجة نشوف الصورة شين قلت لك أنا حتلقى هل follicle كويسات لأ صار لهم atrophy destructed ولا فأول حاجة بتقولها أن atrophy destructed على خطر autoimmune destruction فأتروفي لل follicles تمام أتروفي خيرهم لمني لل follicles مازال طبعا نعلقوا على lymphocyte فقول لروا lymphocyte خيرة أو نقول قبل ديفيوز يعني كمية كبيرة ديفيوز تولي شيني formation of lymphoid follicles بها وطبعا شيني معهم معهم الجر من السنتر تمام مهمة جر من السنتر بها شين ما زالتاني هي مهمة هذه مهمة جدا في العمل فمنديرها باللوم مختلف شوف معي من غير هذا كله انت مازال هتلقى حاجة واحدة بس جديدة أو مش جديدة هي تلقاها بجنب lymphoid follicles باي بجنب lymphoid follicles هو المنظر هتلقاها المنظر متاعك انا هنقول كيف هتلقاها ان شاء الله نحاول نديرها بطريقة سهلة شوف هتلقى نقط لان اللينفوسات عبارة عن قط تمام نقط 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 كزي توا تمام هتل lymphoid follicle هتلقاها هافة اكتر هكي زي الاسين follicle شوية وحتى فان قط لك هتل جر من السنتر تمام هتل شيني هتل جر من السنتر مازال هذا اسمه lymphoid follicle هذا كل على بعض اسمه lymphoid follicle اسمه شيني اسمه lymph follicle مازال في حاجة واحدة نبيك تعرفها الخلايا في خلايا هنا تلقام زيت هو خلايا خلايا هم شيني الخلايا هم عندهم nucleus ومغير النيوكليس الداخل هتلقاهم ايوزينوفيلك تمام شين هتلقاهم ايوزينوفيلك فتلقا زيت ايوزينوفيلك كل على لبعض لازم تقول ان امرأة الخلايا هادم خيرهم الخلايا هادم نسمو فيهم ايوزينوفيلك granular cytoplasm تمام لانا الcytoplasm تاعهم فيه granules تاون نديرهم ويعتبر شيني ايوزينوفيلك باي فهذا نسمو فيهم شيني اسمهم التاني اسمهم هيرثل سيلز تمام اسمهم التاني شيني اسمهم هيرثل هذا هيرثل سيلز وين حتى القام هذا في الهاشي موتو تبي ما عاش تنساها من ناحية اخيرة اللي بنتكلم عليا انها عندك حاجة اسمها الهيرثل اللي هم هيكون عبارة عن شيني اليوم تمام تمام هي بالعكس سيتو بلازمك او تمام حكي نكون وتمنى كل شي علي الحاجة الوحيدة اللي تقعدلي في الحاشيموتو اني منوريلك منظرة هدا كل اتكلمنا عليها شوف مثلا البيثوجينيسوس التيسل متاع السيدي ايت اللي هو السيدي توكسيك هادي ديلك في دث والسايتو كانز عن طريق السيدي فور طبعا بيبعت السايتو كانز منهم الانترفيرون قاما والانترفيرون قاما يبدو ديرلي في ركروتمنت اللي هو الانفوسايتو معهم حتى شيني معهم الماكروفاج اي انفلاماتي سل باهي وعندك انتيبادي 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 هذا اجنس طبعا عندك اللي هو الثيروغلوبرين اللي في النص وحتى شيني اللي هو حيكون اه اجنس البيروكسيديز انزائم المتاع فهذا السايتوكسيك مديد تيسل هذا السيدي فور بيش يجيب لك الماكروفاجز وهذا انتيبادي يخدم طول باهي هذا كلينك تلقى عندك تلقى عندك اللي هو الليمفومة قلناها اوتو ايميون ديزيز قلناها طبعا دي كريس الرياكتف ايو داين ابتاك لانه عنده شيني هايبوثيرويدزم باي وقصة عندك الهاشي تكسيكوزز هذي تكلمت لك عليها اه في المحاضرة بدايتها لما قارنتها لك بالروماتيك فيفر وقلت لك انه في الروماتيك فيفر لما ناخده في أدوية مش الروماتيك اصف في القوت لما ناخده في أدوية تكسر في اليوريات كريستلز في الجوينت يبدأ عندك ترانزينت هايبريغريسيمية في البداية نفس الشي هنا حيكون عندك ترانزينت هايبريغريسيمية زي ما علي خاطر شني علي خاطر تكسير متاع الفوليكلز وبيطلع من الثائر جلوبيل للثائرود هرمون المتخزن تمام تمام هذا الـ تكلمنا لأكل نبيك الرسمة شوف الرسمة او الصورة شوف نفس رسمتنا هذا 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 هادم هارثل هادم هارثل هارثل هاما تشبح فيهم هارثل سيلز تمام ها هارثل سيلز واضحات ما فيش ما نوضح منهم هنه قاعد شاد روح مسكين وهنه هارثل سيلز تمام هنه شوية كيف قاعد يتكسر فرد بالك هنا تلخبط وتقول هادا سكالوبين ستركشور كذا لا هذا يعتبر شيني هادا الهاشيموتو تمام مني تبع الهاشيموتو هوا الجريفس هي اللي حت القفاء سكالوبين هوا طبعا هذا نوع وهنا اللي حكون سكالوبين خلاص تمام خشوا في اللي بعد اللي بعد يعتبر شيني خلاص كيف يصير اصلا يصير بعد ما الناس او في حالات باية في حالات كان عندهم شيني فيرال انفكشن سواء كان بالكوكسك فيرس سواء كان بالبوم من المنبس او سواء كان بالميزلز كله ما دم شيني كله ما دم يسبب في فيرال انفكشن بعد فيرال انفكشن هذا في بعض المرضى يلقوه عندهم مشكلة في الثيرويد يلقوه عندهم شيني عندهم جرانيلومة والجرانيلومة هذه معها انفلميشن في الثيرويد فسموها شيني مش كرونيك سموها سب اكيوت جرانيلوميتوس ثيروديتس طبعا لجرانيلومة شين حيكون فيها الثيرويد زي مثلا متاع الثيرويد عبارة عن ماكروفيجيس وفي النص نيكروتك سنتر والماكروفيج لما يجمع مع بعض يكون في حاجة اسمها شيني الجاينت سيل ولا لنفسها شيني اسمها جاينت سيل فاسمها الثاني اسمها جاينت سيل ثيروديتس فتو عرفنا اسمين منها اللي هو سب اكيوت جرانيلوماتوس ثيروديتس والتاني جاينت سيل ثيروديتس واخر اسم اسم شيني اسم ديكويروين ثيروديتس تمام تمام هل هذا يعتبر مور كومن في الفيميل ولا الميل انت مفروض تعرفها كيف تعرفها انا مش قارها من قبل لا انا قلت لك كل الحاجات اللي يصيروا في الثاني روديتس تسعة وتسعين في المية يكونوا في ميل اكتر من الميل معادة البيناين تمام تمام فتو شيني نكتبو اللي تعلمناه من الكلام اللي قلتنا هو عبارة عن سب اكيوت جرانيولوماتوزز جرانيولوماتوزز ثيروديتس اسم التاني جاينت سيل ثيروديتس جاينت سيل ثيروديتس اسم الاخير دي كوارفين ان شاء الله نقدر نكتبها في المساحة دي كوارفين مش هيسد ف يقبس كواكي كويس دي هلاش لكيوكي ايو دبا دي كوارفين هاي تقريبا الاي قبل دي كوارفين دي كوارفين تمام تمام فش نقول اللي احنا شنه اللي نعرفوه من سب اكيوت جرانيولوماتوز ثيروديتس او جاينت سيل ثيروديتس او دي كوارفين هو اول حاجة شنه يكون بوست فيرال انفكشن قلت لك بوست فيرال لا بعد الفيرال انفكشن فبوست فيرال طبعا ممكن يكون منبس كوكسب فيروس عادي جدا با هي با في مال ولا مال اكتر في مال اكتر زي ما قلت لك في مال تو مال راشيو اربعة لواحد فكل في مال كل اربعة في مال مال تمام با شو ما زالتاني طبعا زي ما قلنا هو الراشيو متع هو تقريبا الراشيو مش قلت مهم دكتورة با هي لكن لو بتحفظ متع هاشيموتو زي ما قلنا اللي هو حيكون عشرة لواحد او عشرة لعشرة وهذا كل اربعة في مال تمام تمام شو ما زالتاني خلاص هذا هو الحاجة الوحيدة اللي نبيك تاخدها الاخيرة ان زي ما قلت لك هو يعني مش هيقعد كرونيك فالحاجة التانية نقدر نقولولك هو عبارة عن ترانزينت انفلميشن ترانزينت يعني ما هوش قاعد علاش مش قاعد لانه يعتبر سلف لميتنج شني سلف لميتنج يعني مش هيقعد القديمة بما ان سلف لميتنج لكن في حاجة نبكري قلتها لو تتذكر فها يعتبر اكتر سبب معروف للثيرويد بين يعني لو جاك واحد حالة هو انت مثلا دكتور باطنة ان شاء الله لو تبيت ولي دكتور باطنة مثلا شباني او عزوز هي هو الحق يجيب بين الاربعين لخمس ونقول وش عزيز مثلا جاياتك مرأة باي ومرأة مثلا اسمها نقول فاطمة فاطمة جاتك وانت عرفت وعرفت انه عندها ممبس او ميزل او كوكس فيروس وغيرها باي وقدرت معاه الواجب كملت الكورس ودوا وكل شي وتمام حالتها صحت بما انك انت الدكتور المناوب علىها فعلى اغلب حاجيك مجديد بما انه صحت منك انت حتوليلك بتجي تقول لك والله عندي الم في رقبتي رقبتي توجع رقبتها توجع انت بعد الدياغنوز متاعك بتدير investigation والinvestigation متاعها لقيت انه شني اني لقيت الثيرويد gland خير الثيرويد gland في enlargement لانا زي ما قلت لك الان اللارج اللي حتلقاها يا اما حالتنا في زوز حتلقا الثيرويد اللي هي الهاشيموتو وهادي فتلقى يما الثيرويد طال عملك زي الان اللارج من اي سيمتر او كول علي انت على اغلب بما انه عنده اصلا pre-viral infection فتقول لدي على اغلب post-viral sub-acute granulomatosis او giant cell thyroiditis تمام تمام فهذا self-limiting زي ما قلت لك شن ما زال تاني تدير لك في pain خندير راب الاحمر تدير لك في pain با هاي وما غير pain زي ما قلت لك اللي يدي لك في enlargement الحاجة الاخيرة هل تدير لك hyperthyroidism ولا hyperthyroidism ما احنا مهم احنا عرفنا ان gravis والهاشيموتو تزيد الهاشيموتو تنقص والهاشيموتو في بدايتها بتزيد شوية باهي شو موضوع هذا بيزيد ولا ينقص هو صح في enlargement لكن هنا ال enlargement ما فهاش destruction هدي فيكون في شن بسيط جدا hyperthyroidism تمام فتلقى فيه بسيط جدا مع enlargement mild hyperthyroidism mild hyperthyroidism تمام تمام باهي تو احنا منخش في بال gross picture انا منش هنكتبها لاني نعلقت علىها قلت لك من البداية هي و هاشيموتو زوز زوز يأما انلارجد سيمتريكا او اسيمتريكا على حسب السايت وبالك تصير في اسم تعادي مورفولوجي ترى اركب فوق للي قلتولك هل هي فا كولويد وانلارجد لا هل هي بيل وغريما فاشيلا هل هي انفليمت ايه فحتى هادي هتلقاه شيني هتلقاه يلولي وايت هي بيل نفسها وايت يلولي وايت وحتى يافرم تمام فانا لو جاتك منكتب لك المورفولوجي على السريع هيك حنكتب لك المورفولوجي ام مش حنكتب لك حتى مورفولوجي منقول لك راهي انلارجد يأما سيمتريكا يأما اسيمتريكا اطلع منها القاد سيفس متاعها يلو تمام او خلنا ديرها بخير اول يلو هذا دي كمس تراها دي حتى هذا يرجع العيون يلو وديما الاصفر ديما يرجع في العيون اعود بالله من يلو تو وايت تمام نحاول كم دير راي يلو هو الواحد عيون من ربي علي سبله ويزيد اللون الاصفر زي ما قلنا yellow تو وايت باهي باهي مانا شين المايكروسكوبك بكتشر المايكروسكوبك بكتشر هي اللي علاها الهدرزا كيف المايكروسكوبك بكتشر علا الهدرزا شوفوا معا مايكروسكوب خليوا خشوا في المايكروسكوب والعلم سهلة جدا نرى ناخد قصتها في المايكروسكوب والله هي كانت زيها زي الناس باهي هنا خل ناخد قصتها براح كانت زيها زي الناس هي عبارة عن عبارة عن شيني عبارة عن فيرويد فوليك الطبيعية كانت هي ديك بس عبارة فيرويد فوليك الطبيعية كانت عندها كولويد ميتيريل وتشبهها لو انت اخذت كتسكشن منها براون لنفاك كولويد ميتيريل وامورها طيبة كويسة هيكي طبيعيا لكن على خاطر البوستفيرل والامان البعثوجينيس تقريبا يعتبر حتى هو من الانون كوزيس على اغلب انه بعد الفيرل سبب اوتو ايميون وحاجة زي هيكي بدأ يصير في شيني مهاجمة تمام جت اللي هو حيكون مهاجمة وبدأ يدير في شيني ببدأ يدير في ديستروكشن الدستروكشن هذا شن حيسبب شوفوا معي الدستروكشن هذا خلنا نسخرهم جديد تلقاه هيكيا هنا وهنا 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 دستروكشن في مني في الفوليكل فوليكلار ابيثيليا شن حيسبب هو يسبب في حاجة اسمه شيني اكسترافزايشن يكسترافزايشن يكسترافزايشن m 같아요 الكولويد ميتيريال تبدأ شيني تطلع تبدأ تطلع بره تمام فيبدأ عندك زيته وهكي هذه الكولويد ميتيريال تبدأ تطلع بره تمام الكولويد ميتيريال طلعت البره به لما الكولويد ميتيريال طلعت البره هيكي عبارة عن شيني هي هيكي عبارة عن ثايرو جلوبيلين كامل ثايرو جلوبيلين طبيعة الحال انه مفروض تتاخذ شوية من الابيثيليوم نعطوها ايوداين ونسجدوها لكن هي هيكي الجسم يعتبر فيها حاجة غير طبيعية وبتسبب استميليشن للانفلميشن تمام فتلقى عندها تدير لك في ايرلي انفلميشن وعندها ليت انفلميشن الايرلي دي ما امني اول خلية تفزع لك في ديني تكلها النيتروفيل تمام النيتروفيل تعرف النيتروفيل هدي مفروض تكرمها قبل ما توصل خمسين سنة لو وصلت ان شاء الله هو حتوصل ان شاء الله لكن مفروض تبني تكريم الحق النيتروفيل لكني لمانا هنا اخذ شطة بعضة يا ثايرو جلوبيلين لكن اهو تفزع لكن في الليت شن هيصير هي ركز معي اسمها granulomatosis معناها هنا شن هيكون في لا بيفوت نيتروفيل تو هنا بيخش الماكروفاج ولا الماكروفاجس والماكروفاج متاعهم طبعا اسمهم في خلايا زيهم اسمهم الابثيليويد سيلز ولا الابثيليويد سيلز مدى كل شن هيكون الماكروفاجس مع بعض يكون لك ملتي نيوكلييتد جاينت سيلز تمام ملتي نيوكلييتد جاينت سيلز شن مازال تاني مازال الليمفوسايت حتى يلقى الليمفوسايت وشوية بلازما سيلز تمام تمام وهذا كل عبارة عن شنية هذا كل عبارة عن granuloma تمام تمام وبعدان لان بعد granuloma هادي شم بتدير بتدير هييلنج with fibrosis تمام حتدير شنية حتدير هييلنج with fibrosis خلاص يكن كونه تمانا تمانا شنية تمانا subacute granulomatosis thyroiditis باي ناخد كلمتان بسيطات قبل ما الجام البني تسكر من الشحن علي حاجة اسمها شيني اسمها fibrosing thyroiditis ليا radial fibrosing thyroiditis شن هي radial fibrosing thyroiditis مرات حنكتب اصلا في صوتر واحد لانا الامانة مش مهمة الباي باي شوف شن هي radial اخبرنا ريديل وخنا نضير على كيف سينا نجمه radial fibrosing thyroloiditis عبارة عن شين هي حتى هيه шوف تيو احنا انا اهكي عبارة عشان هي حتى هيه شوفا تو هحنا انا احكي نبيكت نحفظ لكا مننا من النصف اكيت تو نبين انتقلك للكرونيك فالريديال دي ما نبين تحفظهم بالترتيب عندك غريفوس هيبرثيريدزم هاشيموتو هيبرثيريدزم أوتواميون سب اكيت كرونيك تمام احنا ما مبوئة ما عناش اكيت عننا يما سب اكيت قبل الكرونيك يما كرونيك اللي هي هذه الفيبروزن عبارة عن شيني عبارة عن كرونيك عبارة عن شيني عبارة عن كرونيك انفلميشن الكوزمتاعها البوستفيرل واحد شين حتبت تعرفها تبت تعرفها انها ديرو من اسمي عبارة عن تمام يعني تقولها عبارة عن فيبرويد ميتيريل تمام فالسبب اللي هو هايبوثيارويدزم تمام لكن شوفوا معي اللي نبيك تعرفها في الهايبوثيارويدزم هادي هايبوثيارويدزم لما طبعا بما ان الفايبرويد ميتيريل تعبد في الثيرويد جلاند شين حتقاها هادي وهادي اللي نبيك تحفظها مهمة جدا دكتورة رقصت على شوية تلقاها enlarged حتيها enlarged مغير enlarged تلقاها hard material وتكون fixed تكون شني hard non tender fixed لدرجة نقوله انها تدير شني mimic للتيومر mimic لميني mimic للتيومر يعني مرات الفيسيشن يحسبها تيومر يخاف منها حاجة الاخيرة في ميل ولا ميل اكتر قلت لك كلهم عادة البناني تيومر في ميل فهنا في ميل تو ميل سبعة لواحد في ميل تو ميل سبعة لواحد يعني كل سبعة في ميل يقابلهم وان ميل ان شاء الله حنبدأ في diffuse goiter بعدين اللي بعدها اصلا ديما بعد diffuse goiter بعدنا في حاجة اسمها hyperblogia تتكلموا عليها بعدين عندك اللي بعدها تكون بعد الhyperblogia عندك الكولويد هذه عبارة عن hyperblogia بعدين بعدين يعطيك وبعدين نتكلم مع التيومر تمام احنا وصلنا هنا ان شاء الله بالضبط هنا تمام يعني مازلنا حوالي حوالي 40 سلايد ان شاء الله مش هنعطل فيهم نشحن القلم ونجي ان شاء الله ونشحن نعطل انا اصلا هنقصهم في بعض فهمت تعالش اصلا نقول فيه اشتركوا في القناة